تطور جديد فيما يخص الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي كشف عنه الدكتور عباس شراقي أستاذ وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة فياتر ما هو ذلك التطور الخاص بالملء الرابع للسد الإثيوبي وما هو الموقف المصري الحالي من تعنط الحكومة الإثيوبية فيما يخص استكمال مفاوضات سد النهضة كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي وموعد التخزين الرابعة وقال شراقي إن حجم التخزينات السلاس الماضية ببحيرة سد النهضة الإثيوبي بلغ 17 مليار متر مكعب ولكنه عود الانخفاض مرة أخرى ليصل إلى 4 مليار متر مكعب خلال الشهور الماضية نتيجة فتح بوابتي التصريف في 8 يناير 2023 ثم غلق البوابة الغربية وترك الشرقية في 23 فبراير 2023 حتى الآن مع تشغيل متقطع للتوربينين المنخفضين وأضاف شراقي في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا في البداية كان التصريف من السد أعلى من الوارد أمام السد ثم تساوى في النصف الثاني من مايو والأول من يونيو وهذا ما تؤكده صور الأقمار الصناعية من عدم وجود تغيير في حجم البحيرة خلال الأسابيع الماضية وبداية من الأيام القادمة سوف تزيد الأمطار تدريجيا مما يزيد من الوارد عن المنصرف بحوالي 1 مليار متر مكعب خلال شهر يونيو وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة قائلا سوف تسترد بحيرة سد النهضة كاملة المخزون السابق 17 مليار متر مكعب في منتصف الشهر القادم بعدها يبدأ التخزين الرابع الذي متوقع أن يستمر حتى نهاية أغسطس أو أوائل سبتمبر حسب ارتفاع الممر الأوسط غير المعلوم بدقة في الوقت الحالي وفي سياق متصل التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزنبية لوساكا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أشاد بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة خاصة على صعيد التبادل التجارية وكذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية من جانبه أكد الرئيس روتو عمكة العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي مشيرا في هذا الصدد إلى وجود أفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي ومشيدا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في كينيا ومساهمتها في جهود التنمية وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الرئيسين تناولت تأسوب لدفع العلاقات السنائية فضلا عن استعراض آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الإفريقية حيث تم الترحيب بتوافق الرؤى القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية بالإضافة إلى التوافق حول أهمية تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنية التحتية كما تناولت المباحثات تطورات قضية سد النهضة إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل حيث تم التوافق على دعم المظهر التنموي لدول الحوض وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإدرار بأي طرف وفي النهاية هل تعتقدون أن التعنت الإثيوبي سيظل مستمرا حتى تنتهي إجراءات الملء الرابع للسد؟ وما هو الذي تستطيع مصر فعله تجاه تلك الأزمة؟ ترجمة نانسي قنقر